طيب احنا في المحاضرة اللي فاتت استعرضنا بعض الحاجات المتعلقة بالاريز اللي هي المتغيرات اللي بتشمل عدد من القيم بتشترك في الاسم بس بنفرق بينها باستخدام الاندكس او الدليل اللي هو بيتكتب بين الاقواص المربعة وفي الدكتلاريشن او في التعريف بنعمل الدكتلاريشن عادي بس بين اقواص مربعة بنكتب بتمثل عدد العناصر اللي انا عايزها والطريقة دي اللي هي الطريقة الاساسية في تعريف الاريز اه في لغة السي والسي بلاس بلاس وبنسميها استاتيك الوكيشن واتكلمنا عن الاستاتيك الوكيشن ده وقلنا ان ايه ان لوعيوب هو مستو ان هو سهل قوي اه لكن لوعيوب اتكلمنا عنها في اخر المحاضرة اللي فاتت وشوفنا ان الاري اول اندكس فيها بيبدأ من الصفر واخر اندكس بيساوي عدد العناصر ناقص واحد لو بصينا هنا مثلا هو عرف قريس ما دي جريز فيها مية عنصر وبعدين قال دي جريز اف فور بتساوي اكس اكس ده باريابل هيحط فيه قيمة دي جريز اف فور بيقول هنا ان فور ده هو العنصر الخامس لان بدقين من صفر نقدر نخزن في اي عنصر باستخدام الاندكس الصح بتاعه نقدر نخزن فيه قيمة او نقرأ قيمته ونحطها في باريابل تاني او نقرأ من الكيبورد هنا هو قرأ قيمة العنصر رقم تمانية عمل اند دي جري اف سيفن وشوفنا برضو المرافقة ان ايه ان عادة البرمجين بتوعي السي بيكتبوها بطريقة تانية في الاريز بيكتبوها دي جريز من غير اند بلس من غير اقواس سيفن يعني كأنه بيقول لان احنا فهمنا ان اسم الاري هو عنوان اول عنصر فيها والعنوين لما بعمل العنوان في السي لازم يكون معروف هو بيشاور على ايه فانا لما عرفت دي جريز ديت انها من النوع فلوت خلاص فيبقى دي جريز بس من غير المية كأنها مخزن متخزن فيه عنوان بداية الايه المية عنصر دور ومتخزن برضو ان ده عنوان بيشير الى ارقام حقيقية او فلوت فالعنصر الواحد بيكون هو الحجم بتاع الفلوت اللي هو اربعة بايتس في لغة السي فهنا احنا ممكن نكتب لسكان اف دي عشان نقرأ العنصر التامن وبعدين نطبعه بفرينت اا اف بس احنا اا مش معقول في في الاري هنتعامل مع كل عنصر برقمه كده بشكل مستقيم يعني مش معقول هنكتب الايه العناصر بتاعت الاري واحد واحد كده فدايما الاري مرتبط بايه للفورلوف لان انا غالبا لما بعرف اري ببقى عايز اعمل نفس العملية على كل عناصر الاري فدايما هعمل فورلوف يبدأ من اا صفر ويبقى اصغر من مثلا السايز او ايا كان حجم او عدد عناصر الاري بتاعتي ويزيد بواحد فهنا الكود اللي هيتكتب هنا ايج اتريشن اا سوري هاندلز وان اري ايليمنت يبقى في اللف هنمرا زيرو هنتعامل معه الاري ايليمنت نمرا زيرو يعني اول عنصر هنقراه مسلا او هنعمل له بروسسينج او هنكتبه خلاص احنا طبعا زمان اتعلمنا ايه ان انا عندي اا داتا او ريدنج داتا وعندي بروسسينج عندي طبعا عندي بروسسينج عندي فكل خطوة لوانة بتاعتي عبارة عن اا اري كل خطوة منطقية عايز اعملها على كل عناصر الاري في لغة السي هكتبها جوة تمام فلو بصنا هنا بيقول انا عايز اعمل برنامج يخزن اا ويطبع درجات عشرة طلاب عشرة طلاب دولت كلهم نفس النوع نفس المعنى فهنعمل لهم اري فعمل لهم اري اسمها وبعدين عشان يقرأ القيم من الكيبورد عمل تلف من صفر العشرة ان هو عايز هنا يعمل برنامج لعشر ايه اا طلاب تمام ما عملش هنا عملها عشرة 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 كل ما يحتاج هيكتبها واحنا عارفين ان ايه ان ده مش حاجة مش افضل طريقة للكتابة. فهنا هيلف عشر لفات عشان يقرأ العشر درجات بيقوله دخل درجة الطالب المرة واحد وتكلمنا المرة واحد ان احنا نحاول نخلي الانترفيز بتاعنا يبدأ من واحد لكن هنتعامل مع القرية انها بتبدأ من الزير. بعد ما لفنا العشر لفات دول بقى العشر اماكن اللي في الديجريز اتملوا بالقيم اا بتاعة العشر درجات. كده عملت ستورينج ليهم اللي هو اول مطلوب عندي. المطلوب التاني ان هو عايز يعمل برينتينج ليهم على الشاشة. فعشان هو هيطبع عشر قيم. عشان هو هيطبع عشر قيم. فلف عشر لفات وفي كل لفة قال ان الستيودنت نمرا كزا دركته هي كزا. فجاب قيمتين قيمة الترتيب بتاع الستيودنت بدءا من الواحد اي بلاس وان. وحطها وبعدين حط قيمة الدرجة اللي هو كان اراها في الفورلوب اللي قابله. يعني دايما الفورلوب بيلف على عدد عناصر الاري. وبنستخدمه في كل عملية عايزين نعمل يعني عايزين نمر على كل عناصر الاري. وغالبا احنا بنبقى عايزين كده في كل عملية متعلقة بالاري. طيب. هو هنا بيدينا بقى شوية specific فيتشارز في السينتكس بتاع الاريز في لغة السي فبيقول ان انا ممكن وانا بعرف الاري قيم بتاعتها. يعني هي بيقول هنا انا عرفت الاري اللي اسمها ومعايا لستة بالقيم الانشال فاليوز اللي تتحط. هو لغة السي مش بتانشيلايز الاريز. تمام? يعني انا لو عرفت الاري هو من عشر قيم هنا هي مهمة الكمبيلر ان هو هيجيب لي اربعين لان هي في لوت عشرة يعني اربعين بايت. فمهمته ان هو يجيب لي اربعين بايت ورا بعض في الميموري ده شرطها. شرط القليل انها لازم يكونوا الاربعين بايت. اه يعني من وجهة نظر المبرمج يعني في البروجرامر يكونوا ورا بعض في الميموري. طيب مشكلة. اه علشان يبقى الكلام الدنيا تبقى سريعة فالكمبيلر مش هيخش بقى على كل ويعمله زي ما معظم لغات البرمجة بتعمل هيجيبهو لي وخلاص وهيبقى دور المبرمج ان هو ما يستخدمش الاري المنت دي قبل ما يعمل لها لو انا عايز اه افرض قيم ابتدائية للعشر عناصر بتاعتي فممكن وأنا بعرفها أعمل زي ما هو عامل في الإجزامبل ده أقواس المجموعة أو الست براكتس ديت وأحط العشر قيم بتاعتي مفصولين بالكومة يعني كومة لست محطوطة جوة أقواس مجموعة دي في لغة السية هتخلي ينشيلايس كل إليمنت بدل مكتب بإيدي ديجريزه في صفر بتسوي كذا ديجريزه في واحد بتسوي كذا وكذا وبعدين بيقول انا مش محتاج اصلا نكتب العشرة ديت لان هو يقدر يعرفها من عددهم مش كده فبيقول ان انا ممكن اكتب فلوت ديجريز واحنا بنستخدم دي في السترينج زي ما هنشوف بعد كده يعني عادة لما بنكون عايزين نعمل بدل ما هو بنعمله ونديله اسم مثلا وبين قصين وبنكتب بعد كده الحروف بتاعته بين علامات تنصيص لكن هنا انا عرفت فيها عشر قيم مش لازم اقول له العدد العناصر لان هو ممكن وهو او من ديت يقدر يعرف ان هم عشر قيم لكن ناخد بالنا لو جينا نكتب شوية كلام بقى انا لو جيت اه اه تعرفت بالطريقة اللي هو عملها ديت انت مسلا اه وعشرة. طبعا اه لو عملتها كده. انا عرفت اري فيها عشر قيم. طب لو انا جيت قلت له وحاولت اطبع اول قيمة فيهم. اول قيمة فيهم هي اسم الاري وبين حسين هنكتب الاندكس زيرو. هل هو هيعمل هو جاب لي عشر اماكن في الميموري باربعين بايت هنا الانت برضو اه اربع بايت. لو جيت طلبت منه ان يطبع هو طبعا لاحظت هنا ان هو بيطلع بس ايه? في حاجة غلط اصلا. ايه الغلط هنا? ما فناش القوس بتاع الميم. فهو هنا لما طبع لي طبع لي رقم غريب شوية لانه ما عملش انشيالايز هو حجاز دي فعلا عشر اماكن في الميموري. فالله للاول رسالة كده بيقول لي انت ما بتستخدم حاجة قبل ما تعملها انشيالايز وده طبعا احنا اه قصدين نشوف بعيننا انه هو ما عملش انشيالايز. طيب لو انا جيت. هو بيقول لي انت ممكن تيجي هنا تكتب آآ في اقواص مجموعة عشر. كده انا مفروض ان هو يعمل انشيالايز للايه للقيم فلما هتبع دلوقتي اول قيمة طبعا هل ان هي بيه آآ بتساوي واحد. فطبعا كده دي لو معي شوية ارقام جدول مسلا او شوية ارقام وانا عايز دعم البروسيسنج عليها في برنامج بسرعة فطبعا هتبقى آآ طريقة سريعة في الانشيالايزيشن. آآ بس هي في مشكلة هنا هو بيقول لو انا ما عملتش كده طبعا برضو هو هيبقى البرنامج سليم انها لو ما كتبتش عشرة بايدي هو هيعملها. تمام? المشكلة ايه? ان انا احيانا ممكن آآ اكون آآ قاصد ان الاريت بقى ليها معين وبعدين وانا بدخل القيم انسى قيمة او اكتب قيمة مرتين. فيبقى هو كده ممكن او آآ آآ يقالوكيت ليا عدد بيتس او عدد اقل من اللي انا عايزه. يعني مبدئيا لو انا مسلا جيت هنا وقلت له آآ عشرة تمام? بس نسيت قيمة من دول مسلا. يعني وانا بكتب نسيت العشرة. كده هو هيعمل ايه? هل هيعمل لي آآ من عشر عناصر ولا من تسع عناصر? حد يعرف او يفتي? انتو سمعيني? اتفضل. هو يا دكتور هيعمل آآ من عشر عناصر في الميموري نفسها بس هيسجل تسعة بس. والعاشر هيعمل في ايه? العاشر هيبقى رقم زي كانو مش معمله انشياليزيشان اساسي. هي يا حيلوة الفاتية يعني كويس بس ايه? مش مزبوطة مية في المية. هو العاشر هيعملو بصف. هي من من الحاجات اللطيفة في السي ان انت لو جيت عملت كده بس فتحت خس وقفلته بس اتأكد عشان ايه ساعت انا باخدت الحاجات في بعضها. هي انشياليز كل حاجة بصف. يعني احنا كتير من الاوقات بنبقى عايزين ننشياليز الاراي بزيرو. دا دايما الانشياليزيشان دا بيكون شائع قوي ان احنا بنحتاجه. نحط احنا بادنا صفار بدل ما يبقى فيها قيم ايه? آآ فبدل ما انا اعمل فورلوب. ولفة على المية عنصر او الالف عنصر او النمبر او اللي عندي. واحط بايدي ايكوال زيرو ايكوال زيرو ايكوال زيرو لو انا بكتب سي او سي فلاس فلاس طبعا ممكن افتح قوس واقفلو او او عشان احط فيه زيرو كده. خلاص? فده معنى ايه? ان انا بقول له. لو ما عملتش حاجة خالص معانا بقوله كله بصفار هو ما فيش حاجة انا بديتهاله عشان ينشياليز عليه. طب لو قلت له كده. مين عايز يفتي? هيعمل ايه? هتبقى اول عنصر بس اللي بواحد والبقى بصفار. برابا عليك يبقى هنا هو مش هيعمله كله بوحايد بقى. لا هيعمل اول عنصر بواحد. وبقيت العشر هو طبعا المعيار عنده هو السطر بتاع التعريف ده اللي هو فاليوزوفتين. طبعا ما قلت له تين هنا يبقى لازم يعرف عشر عناصر. مش هيطلق با تقول ده كاتب لي رقم واحد يبقى عامله قري فيها عنصر واحد يعني. فهو هيعرف قري فيها عشر عناصر زي ما انا طلبت. وبعدين هيلاقيين فهيحطها في اول عنصر. خلاص? والباقي هيحط في اه اسفار. برضو عشان نتأكد ان من الثاني اتخط في صفر. لو انا جيت كده وطلبت منه يعرض لي العنصر الثاني. وشفت الاراي دي فيها ايه دلوقتي? فاول عنصر حط في واحد وتاني عنصر حط في اه صفر. عشان برضو نشوف مع بعضنا كده طب طب هل هو عمل يعني يعني مسلا لو جبنا اخر عنصر خالص اللي هو لو هي عشرة يبقى اخر عنصر وجبنا احنا عرفنا طبعا ان هو مش هيعمل اصلا نتشيك. فلو انا جيت هنا كتبت هلاقي ان هو اول عنصر عمله بواحد والتاني بصفر وبقية ولغاية اخر واحد حلاهم صفر. خلاص? ولو انا رحت الحاجة برا الاراي هو اصلا مش يعني هيجيب هالي عادي هيجيب لي هيجيب لي الاربع بايتس اللي بعد اه الحدود الاراي بتاعتي وهيترجم الرقم اللي فيهم او الوحيد والصفار اه تكون متخزنة فيه. لكن هو هنا ما فيهش اصلا قيمة لها معنى فجاب لي كده ايه رقم عشوائي شوية. تمام? فيبقى هنا الانشيالايزيشن انا صحيح ممكن ما اكتبش لو انا ما كتبتش طبعا يبقى كده هيعرف لي على حسب عدد الارقام اللي انا اه عملتها جوه. كده كانه لو انا كتبت له واحد اتنين تلاتة. من غير اه من غير ما اقول له هنا كام عنصر كده هيعرف لي اليه فيها اه تلات عناصر بس. لكن لو انا قصد ان هم يكونوا عشرة وانا هانشيالايز تلاتة بس منهم. يبقى ايه? يبقى هكتبها كده وهو هيحط في بقية العناصر السبعة اه زيروز انيشا دي. تمام? هو انا بيقول لو انا بقى بحسب البولينوميات ده او المعادلة ديت عند قيم مختلفة للاكس. عايزة احسبها كزا مرة. عند كزا قيمة للاكس. خلاص? فبيقول من غير الاريز انت هتقعد تكتب كل قيمة للاكس وتكتب المعادلة. واحنا ما نعرفش طريقة افضل من ان احنا نكرر كده الكود. تمام? وده اسمه ان انا كود بعمله بالكوبي بيست. يعني عملت اول تلات سطور دول وعملت لهم كوبي وعملت لهم كزا مرة. ده لما بعمل كود في كوبي بيست كده يعني بنسخ اجزاء من الكود وحطها في حتة تانية. ده اسمه وده من الحاجات اللي احنا بنحاول نتجنبها في الكود بتاني. يعني اي مرة انت بتكتب كود تلاقي نفسك كتبت اربعة حماس سطور وجيت خدتهم كوبي وعملت لهم تاني تعرف ان انت لسه فيه تحسين في طريقة الكتابة ممكن تعمله. سواء باستخدام ان احنا نستخدم او نستخدم هنا لان انا عندي نفس العملية بتتكرر. تمام? بس على ارقام مختلفة. فهي كانت مشكلته هنا ان ايه مرة عايزة عند الاكس بخمسة يحسب عند الاكس بستاشر يحسب. لو حطيت الخمس ارقام دول او ايا كان عدد الارقام اللي عندي في هقدر اعمل تلف عند كل قيمة مختلفة لل اكس وتحسب قيمة الاف وف اكس. اه عند القيمة اللي احنا مسكنا. فهو ده برنامج صح بس مش مكتوب حلو. لو قعدنا كتبته وعرفنا هنا بارياب والاسمه اه اكس عبارة عن قريف هيها الخمس قيم بتاعة الاكس اللي انا عايزها. وعرفنا واي ولفينا خمس لفات لان احنا عايزين نمشي على كل قيمة من قيم الاكس دولت. ونحسب عندها قيمة الاي. فهينا مسكنا قلنا الاي بتساوي خمسة عند الاكس اللي احنا عندها اللي اول مرة هتبقى زيرو اكس اف زيرو. يعني اول عنصر. هنضربه في بعضه. وبعدين في تلاتة في العنصر في اتنين. يبقى كده حسبنا قيمة الاف او قيمة الواي عند الخمسة. وهنطبعها على الشاشة وبعدين نلف نحسب قيمة الواي عند الستاشر. ونطبعها وبعدين نلف نحسبها. يبقى كده احنا عملنا سكاننج مشينا على كل العناصر بتاعة الاكس. وعملنا بروسيسنج ان احنا كل مرة حسبنا قيمة الفانكشن او الواي او البلونوميا بتاعنا اللي هو من الدرجة التانية ده. وطبعنا قيمته. يبقى عملية المرور على كل عناصر القريب باستخدام دي لازم تبقى حاجة اساسية في دمنا يعني. يعني حاجة هنستخدمها ملايين المرات يمكن في حياتنا لو كملتوا في الشغلانة دي. سواء طبعا بلغة السي او غيرها من اللغات اللي هي بتستخدم اللوب بنفس الطريقة. خلاص? والعملية دي عملية لينير. يعني لو عدد القيم بتاعة الاكس ديت بدل ما هو خمسة بقى خمسين. ال time complexity بتاعتنا هتتضاعف بشكل خطي. فدايما عملية التعامل مع array. one dimensional array كده. يعني array في بعد واحد. شوية ارقام جنب بعض. هو عملية بتاعتها زي ما اخدناها قبل كده. اه. اتكلمنا قبل كده على موضوع الاو اف ان. يعني ايتش الاوبراشن ديت اللي احنا عاملينها فوق ديت. الكمبليكستي. او اف ان. يعني حسب حسب الصيز بتاعنا الصيز بتاعنا لو تضاعف الكمبليكستي هتتضاعف. لو ضربنا الصيز في عشرة الكمبليكستي هتتضرب في ايه? في عشرة ودي كمبليكستي خطية. بشرط ان انا اكون بامشي على الايه? على العناصر عنصر ايه? عنصر. لو انا اا بعمل عملي بعمل processing على array وما كنتش عامله كويس بقيت امشي على array كزا مرة. اسكاني ال array كزا مرة. هنبقى خرجنا من الكمبليكستي ديت لكمبليكستيز اعقد اللي هي او ان سكوير وايه? او ان تكعيب وانا هحاول اديكم examples على دية. على الحكاية دي. طيب احنا العمليات البسيطة بقى بتاعة ال processing احنا فاهمين ان كل عملية على عناصر الاريه هتمر عبر اه فور لو. فاحنا تعلمنا قبل كده ازاي نجمع. نجمع ان احنا نعرف اه اسمه ونبدأه بصفر. هنا ديت لان فيه بصفر. كمان الصم بتساوي صفر. مش لازم نكتبها هنا طبعا ممكن كنا واحنا بنعرفها فوق نكتب ان هعرف بارياب والاسمه سم بيساوي صفر. وهلف. وفي كل مرة هزود على السم. السم بلاس اكوال. يعني السم. ضيف على السم. قيمة الاريه بتاعتي عند الاندكس اي. فيبقى في اول لفة هيمسك الخمسة وسبعين ونص ديت. يضيفها على السم. ويلف. في اللفة التانية هيمسك التمانية وتمانين يضيفها على الصم. ففي نهاية اللوب ده اللي هو لفة عشر مرات. لان عندي هنا عشر عناصر. هيكون الصم ده فيها مجموع كل العناصر بتاعت آآ الاري بتاعتي. فتجميع عناصر الاري ديت في مخزن. دي عملية يعني عملية بسيطة جدا واساسية وهنحتاجها كتير. وبعد كده لو عايز اطبع الافريج الافريج التعلم ان هو هو الصم بس هنقسم على آآ عدد العناصر. هنلاقي هنا الدكتور آآ يعني عما عرف الاري انها عشرة بس لما جيه اسم اسم على مية. فدي غلطة. غلطة مطبعية بس غلطة آآ شائعة واحنا تعلمنا ان احنا نتجنب ده. اننا نعرف او عدد العناصر فوق. آآ ونسبته ون ونستخدم الكونستانت آآ او الكلمة اللي احنا مستخدمينها للسيز مسلا في الامات. فهنا فيه غلطة ان هو اسم على آآ مية. وليه عرف السم هنا فلوت مش انت. علشان العناصر فلوت. حتى لو كانت انت كنا برضو هنحتاج ان احنا ناخد بالنا واحنا بنقسم عشان الافريج يبقى مزبوط. ما يبقاش آآ انتجر دي بنا. طيب نقدر نحسب الماكسيمان فاليو في اري دي برضو واحدة من الاشكال البروسيسنج المهمة في الاريز ان انا ممكن يديني اري ويبقى الهدف ان انا عايز اكتب برنامج يدور على اقصى قيمة في الاري ديت. خلاص? فهنا قال ايه? احنا متعودين ان البروسيسنج بتاع الاري هيمر على فورلوب. ادي الفورلوبة هي. هو مدخل لي الاري بتاعتي هنا بالقيم بتاعتها تقريبا هم برضو عشر قيم. هنعرف بريب الاسمه ماكس او اي اسم يعني بس ده الاسم المناسب للوظيفة ديت. وهنفترض في الاول ان الماكس بيساوي اول قيمة. افترض جدلا انيشيالي. ما انا لازم اختار احطها في الماكس ده. فهو افترض في الماكس والحاجات ديت ان انا لما بدور على حاجة جوه اري ممكن تفترض ان اول عنصر هو الحاجة اللي بتدور عليها وبعدين تمشي على بقية العناصر وتشوف اذا كان في حاجة افضل للايه للفرض للماكس من الايه من الفيرست ايليمنت ده. فهو هنا في السطر ده. كل اللي عمله في السطر بتاع ماكس بتساوي ديجريزوف زيلو ده انه هو اختار اول عنصر وخلاه هو الانيشيال ايه فاليو بتاعة الماكس. وبعدين هيلف. بس هيبدأ اللف من واحد مش من زيلو ليه? لانه هو عايز يتست بقى هو كده الماكس هافترض ان هو اول عنصر. وبعدين همشي من تاني عنصر لغاية اخر عنصر. وهشوف ازا كان في اي لو في اي لفة لقيت عنصر اكبر من الماكس اللي انا واقف عنده دلوقتي. هيبقى هو ده الماكس الجديد. فهو هنا لفة من الاي بتساوي واحد لغاية الصيز او العشرة. وقال لو الاي لو الارمنت اللي انا واقف عندها. لو انا دلوقتي معايا قيمة في الاري اكبر من الماكس او الماكس اللي معايا في اللحظة دي. يعني في كل لفة في اللفة اللي احنا واقفين عندها. الماكس في اكبر قيمة شفناها لغاية دلوقتي. في البداية خالص احنا ما شفناش حاجة. فقلنا نفترض ان اكبر قيمة هي اول قيمة. وبعدين دخلنا في اللوب ده. فامسكنا بقنا شايفين تاني قيمة اللي هي دي جريزوف واحد. فحنسأل هو مين فيهم الكبير. هل الماكس اللي كان معانا اللي هو الخمسة وسبعين. اكبر ولا التمانية وتمانية. فعشان كده لو كان الماكس اصغر من من الاري المنت الكارنت الاري المنت الديجريزوف وان. هنغير الماكس لان كده بقى معانا كده ان الرقم اللي احنا واقفين عنده دلوقتي هو الماكسيموم مش الخمسة وسبعين ونص. فاحنا بدأنا ان الايه ان الماكس هو اول قيمة وبعدين في اول لفة قارننا الماكس بالقيمة اللي ايه بالاري المنت اللي معانا اللي هو تاني عنصر. بدأنا هنا من وان. على فكرة لو بدأنا من صفر مش هيبقى فيه غلط يعني. هنقارنها بنفسها فمش هيحصل حاجة. فانا عايز امشي على كل عناصر الاري. خلاص. وفي كل لفة. لو العنصر اللي انا واقف عنده هو اكبر من الماكس. هغير الماكس واخليها تساوي العنصر اللي احنا واقفين عنده ده. فهنا الاري ديت اكبر قيمة فيها كانت في العنصر التالت. فاللي حصل هنا ان في اول لفة. خلاص. كان الماكس معانا بالخمسة وسبعين ونص. في اللفة امرا واحد مساكنا العنصر التاني ده لقينا اكبر. فغيرنا الماكس. بدل ما قيمتها هتبقى خمسة وسبعين. خلينا الماكس تتغير وتساوي الايه الايليمنت اللي معايا اللي هو تمانية وتمانين. وبعدين هلفة تاني. هيبقى الايب اتنين. هيبقى الماكس فيه تمانية وتمانين. والدجريز اوف اي فيها تسعة وتمانين ونص. هل الماكس اصغر من من قيمة الايه اه. لان الايليمنت فيها تمانية وتسعين والماكس فيه تمانية وتمانين. فهندخل جوه هنا ونغير الماكس. نخلي الماكس تساوي القيمة كبيرة اللي هي تسعة وتمانين ونص. وبعدين هنلف في اللفات اللي بعد كده. مثلا في اللفة دي. هنلاقي ان الماكس بتسعة وتمانين ونص وهو ده اقصى قيمة موجودة في القري كلها. مش هتتغير تاني في كل اللفات اللي فضلة. فدي طريقة لحساب الماكس. وطبعا الميليمم هيبقى زياء بالزبط بس هنا بدل ما بنعمل الماكس أصغر هنخليها المينمم أكبر من الدجريز وفايا هل واضحة الإجزامبل ده واضح إزاي حسبنا الماكس والمين واضح يا القطر تمام فدي عمليات أساسية إن أنا أحسب الصم أحسب الأفريج أحسب الماكسيمم أحسب المينمم على أريي دي عمليات كلها بيزيك أريي أوبريشنز أوف أوردر أو أوف إن وبنستخدمها كتير جدا في شغلنا يعني بتبقى خطوة من الخطوات علشان نوصل لحاجة لهدف معين من البروستسنج بتاع الداة بتاعتنا وعايزين نشوف شوية حاجات مثلا يعني لو أنا معرف أريي كده البروستسنج ممكن يبقى تريكي أحياني البروستسنج بتاع الأريي داتا زي البروستسنج بتاع إن أنا ممكن تبعرف كده وخلاص وأحسب عليه حزبة معينة ساعات بتبقى الموضوع وسهل وساعات بيبقى تريكي أو فيه شوية تفكير أو فيه خطوات صعبة فإحنا لازم نركز دايما إحنا بس فاهمين الأساس إن إحنا لو هنعمل عملية محتاجين فيها نبص على العشر عناصر مثلا بتاعت الأريي ديت فأنا هستخدم وأنا مغمض وبعدين هفكر إيه اللي هكتبه جوه الفورلوب ديت طيب تعالوا نشوف يبقى أنا عندي مثلا لو افترضت إن أنا أول عندي إن أنا هقرأ نفترض إن أنا عايز إذا أعمل برنامج نختار كده أي حاجة مثلا program to count الcounting برضو من العمليات الأساسية إن إحنا نعيد count number of failing students يبقى لو أنا معايا هنا degrees وهنعرف مثلا إن أنا كأننا عندي مثلا مية طالب فأنا هعرف إن أنا عندي درجات طلاب وعايز أعد كم طالب فيهم ما نجحش يعني الدرجة بتاعته الدجري بتاعتي أقل من مثلا هفترض إن الأرقام بتاعتي من صفر المية فهفترض إن أنا لو لقيت حد درجته أقل من خمسين يبقى ده field فأنا عايز أعد كام واحد الcounting برضو عملية أساسية زي السم وزي الماكسيمم وزي المينيمم والحاجات اللي إحنا آآ شفنا الإجزامفلز بتاعتها دلوقتي في الكتاب فده هنضيفه ليهم لأن ده لازم ما ينفعش حد فينا مسلا نسأله نسأله إعمل يعني نديله قري ويبقى مطلوب يعمل counting ويقول مش عارف إزاي تتعمل أو دي حاجات لازم تيجي في مخك على طوله تتعمل من غير تفكيري خلاص فإحنا هنفترض إن أنا حقرأ القيم وبعدين عايز أعمل processing اللي هو يعمل الحاجة المطلوبة ديت وبعدين ممكن أنا هنا طبعا مش هطبع القيم بتاعت القرية تاني بس هطبع القوتبوت اللي مطلوب اللي هو عبارة عن قيمة واحدة اللي هي عدد الطلاب اللي ما نجحوش فوانا عشان هقرأ كل القرية بتاعتي فانا هعمل for loop الفي مسلا بتبدأ من الصفر ولغاية الصيز وهعمل فيها إيه؟ انتوا خلاص شفنا كذا example دلوقتي فممكن حد يقول لي كده عشان أنا بطلق بط enter اه اكتب هنا ايه جنب اه هقرأ درجة تابي انتجار ماشي وهجبها من مين انا عايز اقرأ من القرية على طول اعز اقرأ القرية على طول يعني اخليه يكتب في القرية نفسها اه انا عايزه يقرأ من الكيبورد يعني انا عايز اعمل printf وتحتها scanf اهنا هتبقى i plus one عشان اخلي input يده من واحد بعدين هعمل scanf وهاقول له يقرأ رقم لو اترض ان هو انتجار كده زي ما انا عامله هيبقى degrees plus i degrees plus i انا كده انا عشان هقرأ كل العناصر هعمل full loop وايه وهعمل جوه full loop ده العمليات اللي بتقرألي العنصر number i ولازم ال id تمشي من اول عنصر لغاية اخر عنصر بالشكل ده طيب لو انا غلطت هنا وعملت اصغر من او تساوي ايه اللي هيحصل اه كده انا حاول اكتب في memory مش بتاعتي يبقى انا كده هبدل ما يقرألي عدد size هيقرأ size plus one وهو ممكن يبقى واضلي memory location مش قص بي او مش قص بالقريب بتاعتي طيب طبعا احنا ممكن برضو نعمل هنا validation ونتأكد ان ال degree دي ما هيش خارج ال range بتاع الزيرو المية تقدروا تعملوا الكلام ده وده عملنا زيه كتير يعني ال processing بقى برضو هيبقى عندي full loop ال counting ال counting بنعمله ازاي ال counting بنعرف variable اسمه count وبنبتديه بصف واحنا اخدنا برة مثال على الالجوريزم كده كنا بنعمل فيه counting ولازم جوه ال for loop طريقة ال counting جاموما يعني ان انا بعرف variable وبعدين جوه ال for loop حلفة على كل العناصر او في كل اللفات بتاعتي في كل لفة هتشيك على ال condition المطلوب هتشيك اذا كان الدرجة اللي معي دي بتاعت واحد ساقت ولا لا خلاص لو condition معين كان متحقق هزود ال count ايه بواحد كأنني بعد على صوابعي بصيت على درجة لقيت ان هو feeling فهزود العداد وهغير صوابعي كده هخليها تعد ايه الشخص ده فكأن هنا انا خلاص معي ال array فلازم جوه لو بعمل لازم الاقي حاجة فيها ايه وجوه ايه ديت خلوه نكتبه على سطر واحد لازم الشكل ده يكون عندي ايه حاجة كونت بلاس بلاس والكونت دايما لازم ما ننساش نبتدي من ايه من زير طيب فانا هنا ايه الشرط اللي انا بدور عليه ايه الحاجة اللي اتعرفني ان الشخص صاقت او لا ان تكون قيمة الدجريز ديت عبارة عن رقم اصغر من خمسين دجريز اف ايه اصغر من اففتي فيبقى انا كده البروسيسنج نفسه هيلف هيحتاج يلف على كل يبص بعينه على كل element في الدجريز ديت فلازم نعمل full loop يلف على كل العناصر من الاول للاخر وبعدين كل عنصر هنمسكه عند اول لفة هنمسك اول عنصر ونشوفه اصغر من خمسين ولا لا لو لقنا اصغر من خمسين هنزود العداد بواحد وهكذا وفي الاخر نقدر نطبع قيمة العداد ترجمة نانسي قنقر